بعد الملكة إليزابيت فاتحة قريبا سيختار الكنديون صورة لسيدة أخرى لوضعها على واجهة العملة الكندية الخبر أعلن عنه مصر في كندا والمواطنون الكنديون مدعوون إلى استفتاء لاختيار المرأة التي يودون رؤيتها على العملة الكندية وقد وضعت صورة الملكة إليزابيت على عملة العشرين دولارا كنديا منذ تأسيس مصر في كندا عام 1935 وتحتاج المرشحة إلى شروط معينة كي توضع صورتها على وجه العملة أهم هذه الشروط أن تكون كندية المولد أو المواطنة أن يكون لها دور قيادي بارز وإنجازات في مجال معين كما يجب أن لا تكون شخصية افتراضية بل شخصية حقيقية وهذا كل ما لدي عبدالله